السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد من زمان في خناقة دايرة بين الناس اللي دخلت كليات تخصص كمبيوتر ساينس او برمجة وبين الناس اللي بتتعلم تعليم ذاتي والاتنين بيتخلق مع بعض دايما الا طبعا الناس اللي مش شغلت مغة بالموضوع ومكملة في التعليم سواء من الطرف ده او من الطرف ده خلينا اقرأ لك كده تعليق جالي في رسالة وبعد كده نبدأ نعلق على الموضوع بالتفصيل وبشكل محيد التعليق جالي في رسالة على الفيسبوك واحد بيقول لي مسائل خير يا باش مهندس حابب اسمع رأيك في موضوع مدقيقني شوية طبعا هقرأ لك باللهجتي عشان اللهجة بتاعته مختلفة عني شوية بيقول احنا يعني كمهندسين برمجيات ما بيناش نفرق عن المبرمجين وحاسس انها دخلت الجامعة الفاضي ومش بستفيد حاجة واي شخص مش داخل حاسبات ومعلومات بل اشطر مني في التخصص وقدر يتقطاني بمراحل وحاسس انها ضيعت خمس سنين دراسة على الفاضي طبعا الكلام ده غلط وانا هثبت لك في الفيديو بتاعنا ده بازن الله بنقاش محايت زي ما اتفقنا مختصر الفيديو لو انت واحد ناس مش عايز تشوف الفيديو كامل انك بتدور على ان انت تدخل كلية من الكليات اللي بتدارس برمجة عشان انت نفسك تتعلم برمجة لو ده حصل فربنا هيكرمك وهتلاقي ان انت محتاج تكمل معلوماتك من بره الكلية ومش هتقف كمان على الكلية وبس لو ده ما حصلش لقدر الله ومجات لكش الكلية حياتك مش هتقف وهتتعلم تعليم ذاتي وهتلاقي المناهج بتاعة الكلية دي وهتتعلمها وبرضو هتوصل ان شاء الله وربنا هيكرمك يبقى الحكمة من الموضوع ان انت سواء جات لك الكلية او لا كمل وربنا هيكرمك بازن الله خلينا بقى ندخل في النقاش ونشوف الراجل ده ليه الكلام اللي قاله ده مش صحيح خلينا احكي له القصة حصلت معايا في السعودية عشان النقاش الجاي كله باذن الله مبني عليه قعدت عشر سنين شغال في السعودية بدأت بمؤسسة صغيرة بعدها شركة كبيرة شوية بعدها جامعة كبيرة بعدها وزارة وجنب الوزارة كان عندي شغل ريموتلي بعمله في البيت في شركة كبيرة جدا في السعودية وفي وزارة كبيرة جدا برضو في السعودية كل ده ربنا رزقني بيه بدون محد يعرف انا خريج ايه ما فيش ولا واحد في الاماكن دي سألني انت خريج ايه طب انا خريج ايه انا خريج خدمة اجتماعية وناس كتير جدا عارفة القصة دي لكن انا ممكن اصدمك وخلي الفيديو ده في معلومة ممكن ما تكونش عارفها وقولك ان انا اصلا ما خدتش شهادة لخدمة الاجتماعية انا كنت معها تخدمك تماعية سنتين وما روحتش حضرت الامتحان يعني انا بالنسبة كبيرة جدا طبعا سقت والمفروض سقت يعني انا ما تخرجتش فما عنديش الشهادة دي اصلا دلوقتي يعني انا لو جدت قيمني كمواهل علمي انا خريج سنويا عنه طب نيجي للسؤال المهم الشركات والمؤسسات والحاجات الاماكن يعني اللي انت اشتغلت فيها دي شغلوك على اساس ايه همشيلك بالترتيب كده من الاصغر للاكبر واقولك اشتغلت ازاي اول مكان اللي هو المؤسسة الصغيرة اللي كان فيها موظفين تلاتة اللي هو انا والاوفيس بوي والسواق بتاع المؤسسة بس غير المدير يعني اشتغلت فيها عن طريق الشغل الراجل شافه انا كنت عامل منتدى والراجل شاف الشغل اللي في المنتدى وعجبه وكان بيافوق توقعاته قال لي قال لي مش قال له قال لي تعال انت معنا والحمد الله روحت واشتغلت وفي فيديو في بلاي لست رحلتي مع الحقيقة حكيت القصة دي كاملة بفضل الله الفيديو هيعجبك جدا لو اتفرجت عليها طيب المكان اللي بعده كان شركة صدافة كبيرة شوية وعندها data center في السعودية اشتغلت فيها برضو عن طريق السمعة المدير قال لصاحبه قسامة ده انظامه قال له قسامة عنده كزا وكزا وكزا وهيديه لك كل اللي انت عايزه وروحت عملت انترفيو واديت للمدير اعلى من توقعاته كالعادة انت موهلك ايه مفيش واشتغلت المكان اللي بعده عطول كانت جامعة كبيرة جدا واشتغلت فيه عن طريق الناس اللي كانت مرشحاني هناك كانوا بتعلمهم القناة خلاص بيتعلم القناة وشايفك وانت بتكتب كود وبتشرح وشايف مستواك بش حاجة تستخبه بتشرح قدام كاميرا وبتشرح بتعمل تصميم مسلا قدامهم مفيش حاجة تستخبه او مفيش حاجة فيها حوارات معروف مستوى متقاس قدامك بو تقدر تقيمه الراجل اللي عمل لي كان هو موديل البوابة حتى قال لي ساعتها لسه فاكر انا مش عارف اسألك في ايه بس الانترفيو ده شكليات كده عشان لازم نعمل الانترفيو لاي حد بش حاجة اسمها ايه حد يجي يشتغل كده على طول يعني طوله ماشي حتى ساعتها سألني في حاجات مالهاش علاقة بالمجال فواحد من الناس قال لي لما بقول له يا باشا لازم يعني انترفيو وتأكد هلأ انا هنفعك ولا لأ والكلام ده كله قال لي يا باشا انت اصلا قاعد قدام كاميرا يعني المفوض فيه توتر المفوض المفوض وفيه تشتيت ومش مركز وبتعمل الشغل حلو وعجبنا ما بالك لو انت قاعد في البيت ما انتخ بقى وكوباية الشاي جنبك ورواءان كده وبتبدع هتطلع بايه في الناس يعني الى حد ما كلامهم سليم ايش تغلت في المكان بعدها على طول جاي لي شغل في وزارة واللي رشحني واحد عرفته بعدها وبقينا اصدقاء بسبب انه برضو كان بيتعلم القناة وورى مستوية لمدير المشروع اللي انا اشتغلت فيه وعجبه جدا وقال له يلا والحاجات اللي هو وقعدوا بيها ادتلو اعلى منها بفضل الله يعني انا هنا لما روحت اماكن روحت عشان عملت المطلوب على اكمل وجد ومفرقش معاهم بقى ساعتها انت خريج ايه هنا بقى نوقف شوية انت كده معنى كلامك ان الجامعة فعلا مالهاش لازمة لأ انا اصلا عامل الفيديو ده عشان اثبتلك ان الكلام اللي هو قاله في الرسالة اصلا غلط انا هثبتلك بإذن الله في الفيديو ان كلامه مش سليم ومفيش حاجة اسمها الجامعة مالهاش لازمة واني لخمس سنين ضعوا عالفادي ابدا ما ضعوش عالفادي خالص طيب اثبتلي وانا شغال في الوزارة كنت اعرف واحد عرفته في بداياتي او المجيد السعودية عرفت ان هو شغال في وزارة تانية وشغالين في مشاريع كبيرة والراجل ده عارف انا شغال ايه ومتابع القناة والكلام ده كله طلب مني شغل اعمله من البيت اتفقت معي على عدد الساعات اللي قدر اوفارها يوميا واشتغلها واتفقت معها الفلوس وكل حاجة وبفضل الله الفلوس كانت حلوة والدنيا كانت ماشية تماما خدت الشغل عملته بعدته له وعرضه على الفريق وبفضل الله اتبسطه جدا وعجبهم فعلا الشغل لانه انا كنت بعمله وانا فعلا مرتاح الفترة دي كنت مرتاح ودماغي ريئة جدا وانا ما دماغي بتروء فعلا بعمل حاجة بحب جدا غير ممكن اعمل حاجة تعجب ناس بس ساعات ما بكونش راضي عنها خلص خدت الشغل وببسطه تمام وقال لك لا مش هينفع معنا الساعتين ثلاثة احنا عايزين الراجل ده معنا في الفريق ففورا قال لي احنا عايزينك تشتغل معنا طيب انا بشتغل في وزارة وباخد مرتب محترم والحمد الله فيها مميزات كويسة جدا ومعايا ناس بحبهم جدا في المكان وبشتغل ساعتين ثلاثة يوميا وبرده الفلوس بتاعت الشغل ده فلوس حلوة عشان الروح مكان تاني انت محتاج تديني فلوس الوزارة المرتب فلوس الشغل الريموتلي ومحتاج تديني شوية مميزات عشان اطلع من المكان ده يعني لازم كده شوية الغراءات بصراحة فالراجل راح اقايل لي على مرتب يعني خلاني الغي التفكير في الكلام ده كل مرتب محترم وفي نفس الوقت الناس دور اصحابي بشوفهم يعني مش مش هيديعوا او مش هبعد عنهم يعني بنتقابل وبنتغدى والدنيا تمام عدت حسابها قلت الحمد لله كله تمام يلا بينا نتوكل على الله هنا شباب عشان بس انا عايزك تركز معي الشغل اللي هم بعتوه لي انا عملته على اكمل وجه يعني انت كده المفروض الاختبار اللي هم يختبره لك انت عدت منه وانا كنت متفائل جدا وخلاص ايه بقى المشكلة المشكلة حضرتك في المؤهل لما بعتوا السيفي بتاعي والمؤهل للسيستم سيستم ده كانت طبع شركة امريكية مكانش بيابل اي شهادة برا شهادات الكمبيتر ساينز الجامعات اللي بتدارس كمبيتر ساينز حسباته معلومات هندسة او حتى معهد نظم والمعهد اللي هي بتدارس نظم ومعلومات وكمبيتر ولكاند حتى معهد المعهد لو كان معي كان ممكن يعديني وادخل الوظيفة السيستم ما دخلنيش السيستم بس جالنا خطاب او جاب لنا راجلت خطاب من واحد في رتبة وكيل يعني في رتبة وكيل وزاره خطاب ان انا اعدي الموضوع او ان انا اسكيب الخطوة دي بتاعت السيستم وما انفعش وما اشتغلتش في المكان وفضلت مكمل معاهم شغل ريموتي لحد ما سبت السعودية عايز اقول لك ان الشهادة اللي ناس كتير بتقول دي حتة ورقة ورميها فرقت جدا فرقت جدا ساعتها ان السيستم يخليك تعدي بس وتدخل وفي ناس كانت بتعدي بالشهادة دي ومستوها كان قليل بس لازم تعدي دي ميزة من المميزات هاي تمام كده هتيجي تقولي دلوقتي السؤال اوه يعني الشهادة كده مهمة وانا بقى لو ما دخلتش كلية هضيع شوف انا قلت لك انا محايد هرد على دا وهرد على دا لا ما انا فضلت شغال في الوزارة التانية وبعمل الشغل ده ريموت لي والحياة كانت زي العسل هرجع تاني واقول لك نفس الكلام اللي قلته في مقدمة الفيديو جات لك الكلية كمل ما جات لكش الكلية باشا زي ما انت طيب في نقطة تاني او مشكلة تانية حصلت لي في السعودية بسبب الشهادة انا كنت عايز اعمل حاجة اسمها استقدام يعني انت اللي وقت متجوز ومعاك ولادك في مصر مسلا عايز تجيبهم السعودية دي بتسمى استقدام بتستقدم الزوجة والاولاد في وظائف ملهاش استقدام يعني لازم تعمل موضوع من تحت الطاولة وهتدفع مبالغ خرافية وانا ضد طبعا القصة دي اسحاب اقول لك ان الشهادة دي لو كانت معاك اللي هو انت مسلا معاك تايتل مهندس او مبرمج او اختصاصي برمج او حاجة شوية عناوين كده بتيجي عن طريق ان انت معاك الشهادة دي بتعمل استقدام عادي بنيفت رهيبة وميزة رهيبة ميزة رهيبة ان معاك عيلتك هناك في ناس كتير جدا شغالة هناك مش عام عيلتهم الورقة التفهة اللي انت شايفها تفهة عفوا يعني انا مش شايفة تفهة ليها مميزات كتير ساعات بتديك الاولوية انك تدخل اماكن ومستوات لو مش عالي بتكمل اديت لك اهو امثلة ولسه هندخل في النقاش بعد القصة دي عشان برضو ااكد لك كلامي عندنا نوعين من النسى اللي بتعلموا برمجة النوع الاول الناس اللي بتتعلم مع نفسها ينشوف الكورس ده والكورس ده وربنا بيكرمو الحياة بتمشي النوع التاني الناس اللي بتتعلم برمجة فالكوليات بغض النظر عن اييه هي الكوليين عندنا واحدة اسمها ريجينا هارتلي طلعت مرة في تد وقالت شوية كلام هيزعل فئة الناس اللي بتعلموا من الكلية الست دي اسمها ريجينا هارتلي الكلام ده هيزق عليك لو انت ما عرفتش وجهة نظرها بعد ما تعرف وجهة نظرها هتتبسط وهتستفيد معلومة هتفرق معاك في حياتك بدل ما انت جامد واحد اكس هتبقى جامد اتنين اكس صدقني هقولك الكلام وهطلب منك توقف الفيديو وتحاول تستنتج وجهة نظرها وتكتبها في التعليقات وبلاش تحذفها حتى بعد ما اقولك وجهة نظرها بلاش تحذفها لنشوف الناس وطريق تفكيرهم الست دي بتقول انه اجمد ناس اشتغلت معاهم في مجال البرمجيات ما كانوش خارجين كلية من الكليات اللي بتدرس برمجة او كمبيوتر ساينز يا ترى ليه زي ما اتفقنا وقف الفيديو وكتب لي وجهة نظرك او شايف ليه هي قالت كده وبعد كده هندخل في الموضوع الست قالت يا سيدي انه الناس اللي هي بتدخل الكلية الديفولت بتاعه انه هو هيطلع يشتغل وربنا هيكرمه ويشتغل في الوظيفة دي وخلاص سلام عليكم زي برضه اللي بيدخل كلية الطب بيطلع الدكتور والدنيا تمامه ده الديفولت ده الوضع الافتراضي بغض النظر طبعا عن الناس اللي بتفشل او ما بتذكرش او بيحصل لها ظروف دي برا القصة احنا بنتكلم على الوضع الطبيعي الناس بقى اللي برا الكلية ودخلت المجال دول بيسميهم دخلاء ده دخيل على المجال بيتعلم المجال لوحده برا الكلية بتقولي ان الناس دي مش حاسين بنفس الاستقرار الموجودة عند الناس اللي في الكلية اللي في الكلية ده مستقر عارف ان هو دي وظيفته اللي هيشتغلها بعد ما يتخرج من الكلية انا بتكلم على الوضع الافتراضي مش عايز حد ياخدنا كده على جنب في صراعات جانبية وان الكلية ما بتعلمش وان انا عندي مشاكل في الكلية وبلدنا التعليم فيها مش عارفين مليش دعب ده كله انا بتكلم على الوضع الافتراضي الشخص اللي برا الكلية مش حاسس بالاستابلية دي عاسس بخطر واللي بيحس بخطر بيتحرك فكلاقي الشخص ده بيحاول يتعلم أكتر بيحارب أكتر بيذاكر عدد ساعات أكتر منك عشان يحاول بس يوصل لك مش يعديك لسه ما جناش في حتة بقى يعديك دي هنتكلم عنها دلوقتي بيحاول أنه هو يدخل السباء معاك سباء الحصول على وظيفة فحضرتك دلوقتي عرفت وجهة النظر هو لما بيحارب وبيعدي وبيذاكر أكتر أوقات كتير قوي بيتفوق عن ناس اللي قاعدة في الكمفورت زون أو منطقة الراحة اللي شايفين نفسهم في كلية وقاعدين في منطقة الراحة ومش بيحاربوا ويتعلموا ويزودوا مستويهم عرفت هو ليه ساعات بيبقى أعلى منك طب جميل قوي أستفيد ايه بقى من المعلومة دي قاعد بقى اشتن فيهم وتخاني معاهم وقول هم اللي الدخلاء علينا وهم اللي مش عارفين ونقلب الموضوع عنصرية لا هو مش أحصل منك في حاجة اللي هو بيعمله اعملوا انت كمات مش انت في الكمفورت زون وقاعد في منطقة الراحة والدنيا ستيبل معاك مستقرة وتمام تمام اعمل زيه حارب زود معلوماتك عدد الساعات اللي بتذكرها زودها اعمل زي ما هو بيعمل بالزبط اعتبر نفسك مش في الكلية وعيش حياة الخطر اللي هو عيش ساعتها حضرتك هتبدأ تعديه بالبينفيتس أو المميزات الزيادة اللي معاك هتديك مثال وصيبك انت تختار وتقول لي اختارت ايه كمان في التعليقات عايزين نامل للفيديو وتعليقات بصراحة عندنا شخصين واحد خريج كلية بتعلم برمجة وواحد تاني بتعلم من بره خلينا نقول ان ده زاكر للاربع سنين وده زاكر للاربع سنين قد بعض عدد ساعات قد بعض مستوى الاستيعاب والزكاء قد بعض كل حاجة قد بعض اللي اتنين توقع واثبتتلك بالدليل القاطع ان الاتنين مستواهم بالمسطرة زي بعض مع ان ده مستحيل يحصل يعني بس ده مع الشهادة وده لأ وفي نفس الوقت الشركة ما بتفريش معها الشهادة يا ترى الشركة من ناحية البزنس هتختار مين تختار لي مع الشهادة هتقول لي ما هو الاتنين مستوام واحد يا عم ايه المشكلة لا الشركة بتبص ان المميزات ده مع ميزة زيادة يا باشا مش هستعملها توز حتى لو مش هتستعملها ميزة زيادة جايز في يوم هستعملها وظائف كتير جدا في حياتنا ما دخلنا فيها كانوا بيطلبوا مميزات مش عايزينها بس عايزين يتأكدوا ان ايه عندك دي اوبشنز زيادة عندك فمصلحة جدا فهنا الفكرة انك ممكن تحارب نفس الحرب اللي هو بيحاربها بالمميزات الزيادة اللي معاك وتروح معاديه ساعتها هتبدأ تشوف هو ليه بيحارب ويحاول يتعلم اكتر واكتر عشان يعديك هو كمان والحرب والسباء اللي بيحصل ده هو اللي بيخلي ناس فعلا تسبق ناس في الكلية عشان هو حاسس بخطر ولو انت حسيت بالخطر زيه هتتعلم زيه ان شاء الله وكمان هتعديه فيه سؤال مهم جدا مفروض ان انت تسأله لنفسك هو ليه فيه بعض الشركات بتصمم على موضوع الشهادة قبل ما تشغلك في الشركة فيه اسباب كتير جدا اتكلمت عنها في اكتر من فيديو حكيت تجارب اصحاب شركات كانوا ليه بيصمموا على الشهادة بس انا عايزك تركز في سبب واحد يمكن او مرة اقوله يعني الشركة لما بتيجي تصمم على قصة الشهادة بنسبة كبيرة بيكون عايزين يتأكدوا ان انت عديت على الاساسيات عديت على او اساسيات البرمجة في حياتك عديت عليهم اكاديميا درستهم في الكلية لانك ما تقدرش ان انت تنجح وانت ما تجيب تأدير وانت ما عديتش على الاساسيات لانك بتدرسها في الكلية الشخص اللي برا الكلية بالنسبة لهم بنسبة كبيرة ما عديتش على الاساسيات دي ممكن يكون اتعلم غلط ممكن يكون راح اتعلم حتة معينة وبقى جامد فيها ونسي الحاجات التانية بالتالي مش هينفعهم او في الشغل والانترفيو اللي بتعامل معاك ساعة ولا ساعتين ماداش يغطي كل جوانب مهاراتك في المجال بتاعنا ده ودايما بيحصل فيه على فكرة مشاكل وبقى فيه مغامرات وحزوز ممكن تكون جامد في حتة جدا يختبروك لو تجامد فيها وتكون واقع في حتة تانية كتير وتشتغل وتلبس الشركة في الحيط وممكن العكس الشركة تختبرك في حتة بسيطة انت ضعيف فيها وتكتشف ان انت ضعت عليك الوظيفة رغم ان انت جامد في حتة تانية كتير كانت هتفيد الشركة فبيحصل فيه كده شوية مشاكل فهم عندهم بنسبة كبيرة انه اللي دخل كلية وخد الشهادة عدى على الاساسيات دي طب انا ما دخلتش كلية اعمل ياه ولع في نفسي يعني لا يا باشا اعمل زيه مشاني جيت قلتلك على الشخص اللي بيدرس برمجة في كلية يعمل ايه عشان يعديك نفس القصة انت كمان اعمل زيه ادرس الفندامنتالز او الاساسيات اللي هو درسها ادرس المنهج بتاعه عشان تبقى تعيبت زيه وتثبت للشركة اللي انت هتشتغل فيها ان انت عارف الاساسيات دي كلها وجامد في النوات دي عشان ربنا يكرمك وتشتغل سمعت جملة من شخص مرة خلصت كلية قال لي انا خلصت كلية وما تعلمتش حاجة عايز ازود على الجملة دي حاجة ما تعلمتش حاجة من برا لو انت زودت اللي انا زودته ده على الجملة هتلاقي نفسك بتبص للموضوع بنظرة مختلفة تماما وانت في الكلية صديقي لازم تفهم ان الكلية مش هتطلعك تحدفك على جوجل او مايكروسوفت او تحدفك على سوق العمل عموما فيه معلومات كتير قوي لازم تكمل تعليم فيها من براك كلية زيك زي الشخص اللي بتعلم يعني انت وهو هتبقوا في نفس السبق معين انت في كلية بس هتكمل معلوماتك من برا فالشخص اللي بيقول انا ما تعلمتش حاجة بعد ما خلصت كلية هو يصد ما تعلمتش حاجة من براك كلية انا في الكلية وبدرس لو بكمل معلوماتي من برا الكلية فيها مميزات عظيمة جدا ممكن الشخص اللي براك كلية ما يلاقيهاش للأسف الشديد وهيتعب عشان يلاقيها انا واحد من الناس على ايامي وانا بتعلم برمجة ما كانش في حد يسمع عن الكمبيوتر في المنطقة اللي انا فيها ولا في الكميونيتي اللي حواليه انت بتقول برمجة انا بقول لك كومبيوتر مش برمجة مش عارفين يعني ايه كومبيوتر اصلا لو قلت لحد الكلمة دي هيتخض عدد معدود من الناس اللي عندهم كومبيوتر وانت نفسك تفهم يعني ايه برمجة ما فيش كوميونيتي حواليك الكميونيتي مهم جدا بيسندك وبيخليك تتطور والتابع الجديد الكلية انت الكميونيتي اللي معك كلها ناس بتتكلم برمجة ه هتروحه مسابقات هتعمله فعاليات ايفنتات حاجات كتير جميلة جدا جدا هتفرق معك في مستواك الشخص اللي بقول له الكلية صعب عليه يلاقي الحاجات دي هتلاقيه بيدور على ايفنت يروحها اخره يجمع مسلا شوية اصحابه يعمله جروب يحلوا مشاكل مع بعض هو بيحاول يعمل اللي انت بتعمله عشان يبقى اجمد منك او حتى يوصلك لكن انت اصلا عندك المميزات دي موجودة في الكلية لو انت طلعت من الكلية ما استفدتش بالحاجات دي كلها فانا حب اقولك يا صديقي بدون زعل ده مشكلة او دي مشكلة من عندك انت في ده كترة ما بشرحوش كويس وفي مشاكل في الكلية معلش كمل ده من برا انت عندك شغف وهدف والهدف دايما الحياة مش بتبقى وردية فيه حاول ان انت تعود الحاجة اللي مش موجودة في كليتك دكتور ما بشرحش كويس اتعلم من برا في مواد معارفناش لازمتها ايه اتعلمناها بس مش عارفين بتستخدم فين جرب المواد دي تبحث عنها في اليوتيوب او في كتاب عشان تشوف بتستخدم فين كمل معلوماتك من برا ما تعتمدش على الانتخة وان انا هخلص الكلية طلع على البيج بوس الباشا ده مش صحيح حارب عشان بعد كده ما تجيش تقول ان في حد من برا الكلية بقى اجمد مني عشان ما يبقى شريك حجة عندك كوميونيتي فعليات مذاكرة من برا تكملة معلومات مع ان انت ان شاء الله شخص شاطر مدام دخلت كلية زي كده مجموع عالي وكيد تعبت في السنوية العامة حط كل الحاجات دي على بعضها صدقني صدقني هتطلع في النهاية النين هتطلع في النهاية فعلا السوفت وير انجينيور اللي انت بتحلم به وهتشتغل في مكان محترم راجل متأسس في الكلية وبيزاكر وبيتعب وبيطبق عملي وبيحل مشاكل وبيروح مسابقات وبيزود معلوماته من برا عايزة تانية سيدي صعب او ان حد يجي من برا يتحداك الا لو عمل الحاجات دي كلها وساعتها يستحق ان هو يتحداك ويتفوق عليك مدام تعب وعمل كل الحاجات دي فكر معي يا صديقي شوية التعب ده كله اللي انت بتتعبه انت اللي هتكسب منه مش حد تاني دي رسالة موجهة للناس اللي بتتعلم من برا الكولية واتمنى يكون فيه شوية واعي وما تزعلش من كلامي كنت زمان بشوف واحد في كلية حاسبات او في عندسة بيقول الواحد من الناس اللي بتتعلم سيل في لير هو انت فاكر ان انت بعد ما تتعلم كورسين هتيجي تنافسني فطبعا الشخص التاني اللي هو برا الكولية كان بيزعل من الكلام ده وشايف ان فيه عنصرية في الجملة بغض النظر عن الكصص دي كلها بس الصديقي اللي في حاسبات ده بيتكلم صح بغض النظر عن طريقته واسلوبه ان انت شايف فيه عنصرية بس هو بتكلم صح عشان تنافس حد يعني بالعدل كده انت محتاج تمشي في الطريق اللي هو ماشي فيه بس مش طريق الغلط ممكن يكون شخص ماشي في طريق الغلط فما تقوليش انها لازم امشي في الغلط زيه عشان يبقى زيه لأ شخص ماشي في طريق سليم بيتعلم اساسيات بشكل سليم وبتعلم منه اكاديمي وحضرتك عايز بكورسة او اتنين تنفسه يا اخي ده حتى ظلم بينك وبن نفسك قبل ما تزعل فكر كده او ده ظلم ولا مش ظلم ده ظلم لازم تتعلم اللي هو تعلمه لازم تمشي المسار اللي هو ماشي عشان تقدر تنفسه عايز اتفوق عليه يبقى تعلم اللي هو هتعلمه وتعلم عليه حاجات زيادة فانا بقيت افضل منه ساعتها بقى هو ما يقدرش ييجي يقولك يا باشا انت بكورسين هتيجي تنفسني تقوله لا انت مش كورسين دي خريطة تعليمية كاملة قعدت فيها سنين ومواد وتطبيق وشغل ومشاكل حلتها وتجارب دخلت فيها فهنفسك وحط عليك ساعتها يسكت ويقولك صح كلامك سليم انما انا خدت الكورس فلان اه خدت دي وخلصتها وعايز بقى ايه اهكر ناسا طبعا خلط لاسم تصبر وتتعب عشان تنافس الشخص اللي انت نفسك توصله وتعديه الموضوع يا شباب كله اجتهاد بييجي بعديه مردود الاوتبوت بيجي لك مردود بناء على التعب اللي انت بتتعبه تتعب اكتر هيجي لك مردود اعلى وده منطقي وبديهيات من ضمن كورس البديهيات اللي احنا بنشرحه اهن طبعا يا شباب الموضوع ده والخناقة دي فيها كلام كتير جدا 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 وممكن الفيديو يوصل معنا لتلات اربع ساعات لو قدت احكي لك تجارب ومشاكل وخناقات شفتها بنفسي لكن انا في النهاية عايز ادي لك نفس الكلام اللي قلته في بداية الفيديو حضرتك بتدور انك تدخل الكلية اللي بتدرس المادة اللي انت نفسك تتعلمها وعندك شغف توصل لوظيفة فيها البرمجة بتحارب عشان توصل للكلية وصلت اللهم لك الحمد استغل الكلية في اني انا اوصل للي انا عايزه اتعلم من الكلية وزود معلوماتي من برا واتعب واكتهد وانعزل عن العالم والمشاكل اللي بشوفها في العالم ده فلان مش عارف ايه ببرا كلية متفوق علينا ومفكر نفسه مهندس ماليش علاقة بالكلام ده عندي تارجت هدف قدامي اركز فيه وماليش دعب اي حاجة بتحصل حوالي طيب ربنا ما قدرش ان انا يجي للكلية الحمد لله قدر الله وما شاء فعل هكمل تعليم في الحاجة اللي انا عندي شغف فيها وبحبها ونفس اشتغل وظيفة في المجال ده هكمل واتعلم واشوف الناس اللي في الكلية بتعلموا ايه المناهج بتاعتهم المدة اللي بيعودوها بيتعبوا في ايه المميزات اللي في الكلية اللي اقدر انا اخدها برر كلية بيعملوا مسابقات حاول اروح المسابقات دي فيه فعاليات بيروحوها ايفنتات بيتكلموا عن الكلام ده اللي هو البرمجة اروح احضر ما فيش مشكلة فيه شيتات فيها مسائل بيحلوها وبيشاروها مع بعض ادخل الجربات بتاعتهم ااخد الشيتات دي واحل معاهم اكني في الكلية اتعب نفس التعب اللي بتعبوه وازاكر واكتهد وربنا يكرمني واخد فرصتي زي زي اي حد لو قعدت بقى فكر من برا ده مش عارف فلان قال يا باش انت مالكش فرصة ده انت مدخلتش الكلية نفس القصة هتحبط على طول لكن همشي في طريقي والتارجت قدامي وماليش علاقة باللي بيحصل حواليها في العالم وساعتها مش هلاقي الا الخير باذن الله يا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكو ويكون منصف واتمنى من الله تفهموا ان ده رأي شخصي بناء على تجارب شفتها من الطرفين والموضوع اتكلمتي فيه بشكل محايد تماما لو شفتني مع ابتوع الكلية فانا اصلا مش في الكلية لو شفتني مع الناس اللي برا فانا عمالي بشكر في الناس اللي في الكلية انا مش مع حد مش مع الطرف ده ولا الطرف ده انا بتكلم بشكل حيادي عشان اطلب من حضرتك سواء كنت في الكلية او برا تكمل تعليم لو سمحت وما توقفش سلام عليكم